موسيقى بلغة الأرقام تقل جمعون قدمت 16 مسرحية و25 مسلسل و5 أفليم إنما بلغة العواطف لا شك إنها حفرت ما كان بيقولوا بالمشاهدين وصار المشاهد اللي عم يتابع أي مسلسل أو فيلم بيعرف إذا بيقدر يوسق فيه أو لا بس من خلال وجودها أدوارها انطبعت بذكرتنا يمكن أن النجومية إجت بوقت نسبياً مأخر يعني مش أنت وعمرك عشر سنين حتى ما نكبر كتير بحالنا بس كانت نجومية قوية كتير أنا بلاحظ تقل صباح الخير صباح اللوح النجومية بتجي بوقت شوي مأخر بتجي بقوة كتير يعني بتوصل بمحل يمكن واحد بيكون عمله عدة أفلام عدة مسلسلات بس بينجم بمحل من المحلات وبيصير معبود جماهير مثل ما بيقولوا صح؟ ناسي يعني يعني إذا كنت أنا وصلت لهذا الشي بحب وهذا الشي بيفرحني وبيبسطني كل الفنان بيحب يكون يعني حبيب الناس وبيفوت لقلوب الناس بمثل ما أنت قلت ومقدمتك هذا الشي كتير حلو هلأ أجت مأخرة ما أجت مأخرة ما أجت مأخرة ببعرف بس أنه مثل واحد اللي بيكون عم بيمشي خطوات وهيك شوي وشوي شوي وشوي وليقشت مأخرة بيطلب منك لأنه أنت في كثير أدوار رفطيعة وكثير أعمال قلت مش هلأ بعدين ونطرت أنه يمكن يكون فيه نضوج تمثيلي أكتر أو تكوني مأتنعة بالأدوار أكتر هلأ أنا دائما يعني بفتش على دور اللي بيقنعني اللي قدر مسله ويمكن هو قرار يمكن هو صدق مع الذات يعني أنا برأي الفنانية إذا ما كان عنده هذا صدق مع ذاته هذا الشي ما بيخليه يستمر لوقت طويل يعني هي أفضل أنه المثل يشوف حاله أنه هو مع سنين بعده مستمر وبعده عم بيقدم شي جديد وبعده كل مرة بيوصل أكتر لقلوب الناس هذه الشغلة يعني إذا قدرت حققتها بيكون شي كثير بدي إليك شعور أنا خاص وقت شفت تقلة شمعون بدور الوالدة سيرين عبد النور بيروه بيقلت يهي كثير بكير عليها يعني بتعرفي المشاهد كيف يكون عم يحضر بالبيت كذا أحد يحب يحكي مع حاله يهي اللي عملت هيك بحالة كثير بكير عليها أنه بعضها صبية ليش أتمثل دور أم بس قد ما اقتنعت فيما بعد بالدور صرت مثل ما أنا حصيت بداخلي صار بس ينقال إسم تقلة شمعون قدام حدا بقولوا واو فظيعة يعني هذا التعليق اللي بنسمعه أنه تمثيلك مقنع بس بتمني يعني أنه هذا شيء أنه يعني ما يحطني بخانة أنه دائما دور الأم ودور يلي هي لا لا أكيد ما يحطيك بهيك خانة بهذا شيء بتمني يعني بتمني أنه نعرف نفسه يعني أنه المثل هو بيلعب كل الأدوار يعني إذا قدر أنا بعمر معين بنوعية دور كمان هو بيقدر يرجع لورا ويرجع يلعب الفن فتاة يرجع يلعب الأمرأة التنغرين طبعا هذا شيء هذا موجود بس خاصية للعالم العربي لأنه منشوف بالأفلام الأجنبية ميرستريب عملت ممامية كنت عمت نطنت على الاشتوح وكانت قبلا مسلح أدوار ديتا وأدوار ماما وأدوار يعني كبيرة أنا ميرستريب مثال الأعلى بقول لي ريت يعني بقدر هيك هيك المص شوي منه وفي مرة هيك بجهله تحية لأسامر رحباني وقتها هيك وتهناني على دوري بعاليا قال لي أنت ميرستريب لبنان ووو حلو قلت له هيدي أحلى كلمة أحلى تهنية أسمعتها بتحسي حالك أنت وعمت مسلة تقلق أنه مرة أنت هاي الممثلة مرة هاي مرة هيدا يعني بستوحي شوي من تعبيرهم من إحساسهم لألك شغلة هو مش قصت بتنقلي حركة معينة عملت هايدي المسلة بفيلم معين ولكن بس بتأثر غير مباشرة أنت بكون في عنديك أنه هيدا هي خيمة التمثيل اللي عندها هيدا أنا اللي بحبها هيدا اللي أنا بدي اسعى لألا أنا بدي روح لعندها بدي أفهم طبيعة طبيعة المسلة اللي فيها كيف تشتغل هي كيف بتشتغل على أدوارها هيدا شغلة أنه أنا بقول إي أنا بروح لعندها بس مش بروح لعندها لحتى أقول أنه أنا بهذا الدور لمعين بدي جارب أسرق هيدا الحركة اللي هي عملت لأنه أنا بؤمن أنه أي تيك معينة بديك تعمليها لشخصية هي ما بتجي بالتقليد هي بتجي بأديش أنت عملت دراسة حقيقية وتحليل حقيقية لهذه الشخصية وأدي حسيت أنه فعلا عبالش تطلع منك تيكات بالحركة بالحكة بطريقة تعبير معينة إجت من جوا يعني أنا ضد التقليل لأنه أوقات فيه بلاحظ عن مسلين بجربي قلده وبعرف أنه هي أخدينا بس ما فيها حيات بقيت على صعيد الحركة التقليدية يعني بهدف التقليد ليس بهدف أحياء ليس بهدف حيات لو مرستر بولا مرة بتحس أنه هي سرقة حركة معينة يعني هي حدا أنه بيشتغل من جوا ومن جوا بيبلش يشتغل على جسمه وبتضلك بتحسيها أنه هي زيتها قد تتغير بأدوارها تمثيلية بتحسيها هي آه يمكن أن أمضاء طبعا أمضاء فنان يعني يعني وهلأ كان عندكم الرسام أكيد أنا يعني بيحكي عن عن أهمية قديش يعني السيناتور إن هاي السيناتور هي شغلة توقيع الأمضاء يكون في أسمك على أكيد أكيد تعالي أنا بدي استفيد من وجودك بعد البريك بدنا نحكي عن الدراما اللبنانية اليوم قديش في إيلا ميزانيات وقديش صارت أحسن من قبل بريك ومنتابع منتابع حديثنا مع تقلة شامعون كنا عم نحكي تقلة قبل البريك إنه الميزانات اليوم اللي عم تنحط للمسلسلات اللبنانية وهيك برأيك صارت كافية صار فيه اهتمام كفية من المنتجين من التلفزيونات للمسلسلات اللبنانية تكون يعني على المستوى المطلوب يعني هلأ أكيد يعني ما في شك أنه في جدية يعني في جدية في نية في نية موجودة ولكن بعدما نها كافة وخاصة هلأ بظل الفضائيات والانفتاح على بعضنا يعني أنت باللبنان تقدر تنشافي من أي مطرح بالعالم يعني وبنفس الوقت المسلسل المصري أو السوري أو أو فدايما رح يصير فيه لعبة مقارنة يعني أنه صار فيه المسلسل العربي يعني ففي لعبة مقارنة من شين هيك يعني لازم أكتر ما طلوب ينحط جهد أكتر أكيد 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 مطلوب أكتر لأنه إذا من قارن ميزانيات شراء المسلسلات التركية أو العربية وميزانيات اللي بتنحط للمسلسلات اللبنانية كأنه هو مسلسل عربي فبصير يقول ييه يشوفوا وشوفوا بس ما بيعفو أدالة مزينية طبع هذاك العمل ليطلع فعلا نحن ما بينقصنا أبدا يعني لا خلق ولا إبداع ولا جدية صحي ولكن بينقصنا أكتر أنه يقدر المنتج يبيع العمل بسعر أغلى لعدة محطات لحتى يصيره فعلا أكتر يقدر يكب مصاري يقدر يزيد الباكشة طبع أيام وهيك بيتحسن أكيد شو بعد نقصها للدراما اللبنانية من يعني كتمثيل كممثلين شو نقصها كممثلين أنا برأيي ناقص أنه يعني أكتر ننفتح على وجوه جديدة على مواهب جديدة حتى على مواهب يمكن شوي قاعدة ببيوتها صار لزمان أنا بدايع لما بشوفي تقرار شوي يعني يعني عوات لبعض الأسامة بشكل يعني يعني مش كتير بس وليك في أسامة عمد دالة موجودة أو عمد دالة نجح مسلسل بيعمل كل المسلسل أو أنه مثلا يعني هذا نجح بهذا الدور بنعرض عليه عطول هو الدور ذاته يعني وهذا بيخلق نوع من كليشي بالأداء يعني وبتصير هولا مثلا شو بدي يطور لو يطور بطبيعة شخصية بتشبه نفس الطبيعة اللي لعبها بقبل المسلسل إلى جانب أنه بنقصنا أكتر للعمل الجماعي أنا بتهم دايما أننا اللبنينية في عنا الفردية موجودة كتير يعني يعني بطل وبطلة والبقين بكمل المشهر لا مش أصدر أنه مش أصدر البطولة الجماعية أصدر أنه بمعنى يعني ما في عمل درامي بيطلع جيد وفيه كل العناصر المتوافرة إلا ما بتحسي أنه في قلب واحد اللي كلا عم يشتغلوا كانوا قبل الكاميرا وورا الكاميرا عم يشتغلوا تيمورك هذا القصدي تيمورك اللي بينقصنا أكتر تيمورك نحنا أكتر بدل بالأنا كيف غيرك يعني ما باس يعني حتى أنت عم تمثلي تواصل بين بعضنا بيكون شبه شوي معدوم يعني هذا الشي بس لدقايق التمثيل أنا أنا بقول يا ريت بنو صلا نشتغل هيك مع بعض بقلب واحد لأنه هذا كتير بنعكس على التمثيل وبيصير فيه أكتر حقيقية يعني بصير نصدق بعض أكتر بالعلاقات اللي هي مكتوبة بالمسلسل يعني هذا اللي عم بتدرسي بليبانيس فيلم أكاديمي تيمورك كمان واحد من المواضيع اللي بتحكي فيها مع التماظر أنا لما يعني أنا بليبانيس فيلم أكاديمي أعطيت صيفية الماضي دورات في التمثيل وأكيد يعني هي أكاديمية أسستية مع زوجك المخرج توني فرجالة صح لتعليم كل الوظائف كل الوظائف كل الوظائف تتعبني نحنا مثل ترينيك سنتر أو نحنا ترينيك سنتر عمنا نحنا عنا شهادة مصدقة من الدولة وبنفس الوقت عمنا جملاج نحنا مع جماعة الإنساس ببروكسل والفامو ببراك فدايما منستعين بأخصائيين من برة الهدف طبعنا أنه نحنا المهارات المهارات للأشخاص بيشتغلوا بهالقطاع إن كان من التحذير من البروكشن للبوستبروكشن لتصوية لكل شيء نحنا نقدر نغطي فالجامعة أكيد هي بتعلم بتاعتشهادة ولكن بدل فيه بنقصنا أنه الطالب يتعرف على تقنيات جديدة وعلى البراتيك كمان وعلى البراتيك وأكتر كمان يتخصص يعني بجامعة بيأخذوا من كل شيء لكن أنا بدي أتخصص صوت بدي أتخصص إضاءة تصوير أو تمثيل أو كتابة أو أخراج فنحنا بنعمل هذه الدورات حسب أي ترينيج قد بي فضوات الدورة شهر يعني كل ما هل عملنا مؤخرا كتابة كيفي عنا أستيزين أستيز إجا من بريكسل عطى كتابة الفيلم وأستيز إجا من مصر عطى كتابة الدراما للتليفزيون كانت هي عمدة شهر ثلاثيين بالأسبوع أربع ساعات كل مرة وكانت كثير مفيدة وكثير حبه وهلق في عنا شيء له علاقة بالإخراج بالإخراج لكل اللي مهتمين بيقدر يشوفوا تفاصيل عن LFA أو ليبانيس فيلم أكاديمي أكيد في ويب سايت أو في رقم التليفون طبعا في ويب سايت www.lebanesfilmacademy.com وكمان يعني إذا بدون يتصلوا في 03 557 578 فلا يستفسروا أكتر وأكتر عن هذا لا يأخذوا تفاصيل والأيام وكيف يقدموا معهم وقت تعالى شو عم تشتغلي حاليا شو عم تصوري عم صور مسلسل جزور كتبت كلوديا مارشاليان وإخراج فيليب أسمار وإنتاج مفيد الرافعي هالمسلسل هو بشارك فيه نجوم من مصر ومن لبنان عمل مشترك وفيه حاليا عم منعراض المرهقون على الفيوتر وفيه فيلم سينما خلاص تصويره رح ينزل قريبة من صالة السينما وعم بشتغل هالك كاستنگ ديركتور على مسلسل ليس حجو اسمه سنعود بعد قليل كمان رح تطور هيدا المسلسل بهم بسوريا وبلبنان حتى تساهمي فيه كمان بالتمثيل ولا بس بالكاستنگ في عني دور هيك إطلالي خاصة وبيجوذور شو دورك بيجوذور بلعب دور رجاء رجاء هي أم لولدين عيشت بيكون عيش عندها ماضي كتير قليم لحد ما بتتعرف على حبيب حبيبي اللي هو بيلعب دوره أنا اليوم أنا والأسامي كتير طبعا اليوم كلنا هيك حتى أستاذ واجاتي لان عبثرت الصباح ترقق أيامي بتبع أيامي رفيق علي أحمد أكيدا النجم الكبير بل كتير عبو بسط بالشغل معه بجهله تحية والمسلسل هو اجتماعي يعني كتير حلو بتمنى أنه لكل يشوفوا لأنه فعلا في رولا أحمده في يوسف الخال باميلا الكيك ويسام حنة يعني مجموعة كتير كبيرة من الممسلسلين لمنين المهمين لأنه نحنا منعتز فيه مجد مشموجي ختام اللحم يعني كتار 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 إذا بدي عد ما بنسى يعني ما بخرص من العد وعملين هيك جو حلو وعملين يشتغل عم يشتغل متسلسل من القلب يعني وإن شاء الله يا رب هيك يلي النجاح أكيد رح نحبه ورح يعجبنا دورك متكلين عليك عطول بالأدوار الصعبة والمواضيع الصعبة مبسطنا بصبحي تك تاقلة شمعون وموفقة شو ما بت يعني تختاري منا من أدوار ومن أمور تعملية نحنا صار وقتنا نودعكم نتمنى لكم بقية نهار حلو كتير ومنرجع من التلاق بكرة الصباح الثمانية ونوص بتويد بيروت أنا بلايكو نهار تلتا بيالاك جزي